نوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالدور الذي يطلع به رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في تطوير لعبة كرة القدم آسيويا مؤكدا سموه أن النجاح الذي تحقق في الاتحاد الأسيوي يعكس قدرات أبناء البحرين وكفاءتهم في الإدارة المتميزة التي تقود إلى الإنجازات وهذا يبعث على التقدير والاعتزاز وقال سموه أن رئيس الاتحاد الأسيوي يحظى بمسؤولية دولية أثنى على جهوده فيها الجميع وقدرها أيما تقدير وله منها كل الدعم والإسناد في جهوده الدولية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر لغضبية صباح اليوم معا للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وخلال لقاء شاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم بها الاتحاد الأسيوي رئيسا وأعضاء في النهوض بكرة القدم الأسيوية وتحقيق إنجازات متتالية على صعيد الارتقاء بهذه اللعبة الجماهيرية معربا سموه عن تقدير مملكة البحرين لجهود الاتحاد الأسيوي وخططه وبرامجه في الارتقاء بالأنشطة التي تحدث المزيد من التطوير في لعبة كرة القدم منوها سموه بالإنجازات التي حققتها الكرة الأسيوية ومنتخباتها الوطنية وما وصلت ليه من مستوى متميز قاري وعالمي وفيما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور الرياضة في تعزيز العلاقات بين الشعوب في إطار من المحبة والتآلف لما تتيحه من تجمع في ظل أجواء منافسة شريفة فقد عرب سموه وأعرب العاهل المفدة عن تبنياته لرئيس الاتحاد الأسيوي وكافة القائمين عليه بالمزيد من التقدم والنجاح لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة ترجمة نانسي قنقر